أولئي النسوة يسابقن الزمن من أجل إثبات ذواتهن في أول تجربة انتخابية تشارك فيها المرأة السعودية في المجالس البلدية بعد نتيحت لها الفرصة للانتخاب والترشح الناخب هو أهم شيء يكون 18 سنة وفوق يكون ذا أهلية كاملة ما يكون من العسكرين ويكون يروح يسجل في فترة قيد الناخبين اللي باقي عليها 8 أيام تقريبا التحدي هنا يكمن في إقناع الناخبين بقدرة المرأة على التغيير في المجالس البلدية وهي الخطوة الأصعب بعد دورتين تسيد الموقف فيهما الرجل الهدف من التدريب بشكل عام مهم بس لدخول أصوات النسائية هي هدفها ثلاثة واحدة تغيير النظام لازم نشرح للمواطنين ايش اللي تغير في النظام وعن المجلس البلدي وكيف تغير دوره شيء ثاني عن المواطنة فأحنا نبغى الناس تفهم أنه لما يعرفون النظام ويشاركون بالتصويت هذا جزء من مسؤوليتهم تجاه دولتهم وشيء ثالث كيف يختارون الشخص المناسب مئات النساء تم تدريبهن على نشر ثقافة الانتخاب والترشح في أوساط النسوة ليصبحنا فاعلات في إقناع المرأة بضرورة التصويت احنا نعمل على أرض الواقع ونشوف الأسر نتعامل مع أسرنا تأثيرهم بالأحياء وتأثرهم يعني هم يتأثرون بأحياءهم ويأثرون على الأحياء اللي عايشين فيها فنلمس أثر الأحياء لكن هل ساهمنا في المجالس البلدية السابقة؟ لا أكيد لا المرأة هذه أول مرة تجريد تشارك كمرشحة وناخبة والآن متحمسين أكثر لأنه في صلاحيات حقيقية أعطيت للمجلس دخول المرأة عالم الانتخابات يعد محط أنظار العالم الذي يترقب انعكاس الخطوة على ثقافة المجتمع السعودي لازم يكون في تفاعل يعني ما نقدر نبني إخفاق سابق على ممكن يكون في نجاح في المستقبل دور مجالس البلدية تغير كثير أعطي صلاحيات وصار جهة مستقلة له ميزانيات وهو اللي يشرف على عمل البلديات فطالما عنده صلاحيات فإن شاء الله سيكون أداءه أفضل أيام قليلة ويتوقف قيد الناخبين وتسجيل المرشحين فيما لم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة حسب بعض المصادر العشرة في المئة ما يعني ضعف الإقبال على الترشح مع صعودها العتبة الأولى للمشاركة في المجال التنموي والرقابي والبلدي من الرياض صعود الخلف العربية